ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يناير العام 2021 لاصحاب برج الحوت برج الحوت احنا عندنا خلال شهر يناير الوضع شوية في بعض التقلبات لكن هنيجي على اخر الاسبوع الثالث هيكون عندك فواءان عندك الخروج من عنق الزجاجة هيكون عندك الخروج من عنق الزجاجة في ايه او الاكتر في ايه الامور العاطفية المتلعبك البيضة اللي هي مع الابراج المائية سواء السرطان سواء العرب سواء الحوت اللي زينا او مثلا البرج العزراء او برج الميزان وبرج الحمال عندك كده ابراج يعني في بعض اللغبطة وفيه شوية توتر ممكن يكون ما بينك وما بين القوس برضو الناري فالامور مش قلطة في حاجة عند برج الحوت في الامور العاطفية يمكن ده مؤثر على اتخاذك القرارات على ان انت طب انا هتصرف ازاي في الموقف ده طب انا هنا رد فعلي المفروض يكون ايه فعندك شوية يعني معاناة لكن فيه اصدقاء كتير حواليك هيكونوا في الفترة دي وهيكون عندك قرب من العائلة انت اللي بتحاول تقرب عشان تتناسى وعشان يكون عندك حاجة اساسية انت عايش بيها فبتقرب للناس جدا بتحاول انك تكون في جو اجتماعي بس مع الناس المقربين لقلبك وبس امورك المهنية هيكون شكلها ايه في الاسبوع التالت انت عندك فيه عرض حلو عندك فيه عرض بس العرض ده يعني هيكون للفترة اللي جاية نسبته اكتر في خلال الاسبوع التالت لا هو نسبته اخر يومين في الاسبوع التالت اكتر والاسبوع اللي بعد كده بس عشان احنا منتكلم في خلال الاسبوع التالت فانت عندك عرض مهم ممكن يكون حاليا شفهي يعني بالبق لكن هيكون على ورقة وهيكون فيه خطوات اساسية من بداية الفترة اللي جاية عندنا بس يا برج الحوت انا عايز اقول حاجة قلتها وهقولها ووضحها مرة تانية احنا عندنا خلال شهر يناير فيه عندنا تميز فيه ابراج عندها تميز لكن الكل بيعاني من التقلبات وبيعاني من شيء جديد عليه من حاجة تقيلة عليه من حاجة فعندنا كله ضغط 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 في حين انه ممكن يكون عندنا بعض التصرفات كده عند بعض الابراج ممكن برضو ايجابية لكن عشان احنا لسه في البداية عندنا كده كوكبين يعني هزوا الابراج كلها فيعني دخلتهم الجديدة او انتقالهم ده بيأثر على ان يكون فيه حركة كده فهو بس احنا متأثرين لحد لحد هيكون عندنا الفترة الاخيرة من الشهر هي المتميزة اللي هيكون من ضمنها اقدر اقول اخر يومين من خلال الاسبوع ده عامة برج الحوت عندك كمان هيكون في امورك المهنية خلال الاسبوع ده هيكون فيه اشخاص بتحاول ان هي تشوه سمعتك المقارنة برضو يعني داخل فيها الموضوع فعندك فيه تشويف السمعة مقارنة حاجات كده ملعبك غيرة شديدة فعندك كل الحاجات دي بتأثر جدا جدا عليك يا برج الحوت برج الحوت عندك كمان لازم تكون واخد بالك قوي من مين اللي بيعرف حاجات عن حياتك من اللي بتأثر جدا من اللي انت بتتأثر به فلازم تكون واخد بالك من من اللي حواليك لان بفعلا عندك اشخاص عايزة توقعك النهاردة قبل بكرة خاصة ان عندك عرض مهم او فيه كلام بيتقال والعرض ده هيتوجه لك في اخر يومين من الاسبوع بس قبل الفترة دي فيه كلام متدول ان اسمك يجي في العرض ده اسمك يجي في الموضوع ده طب انت ممكن تمسك منصب مش عارف ايه فعندك حاجة شبه الامور اللي زي كده فحاول على قد ما تقدر انك تكون حريص جدا انت بتتعامل مع مين بتسمع مين بيأثر عليك مين انت بتأثر كل الكلام اللي زي كده وانتو طبعا فاهمين الباقي لان انتو اكيد بتمروا بالغيرة والحجد اللي من حواليكم كتير بس في حين برضو انت عندك اشخاص واقفين معاك ويمكن برج الحوت انت عندك ممكن تكون بترد بامور جدلية او ممكن يكون عندنا اسلوبنا تتابعوا محد تي ايه الحبتين بس هم عذريننا حبيننا دي نعمة من عند ربنا يعني ربنا يحفظها لكم وربنا يحميكم من الناس الخبيثة اللي برضو موجودة في حياتكم برج الحوت عندك انت متأثر بسحر او بحسب بيأثر على امورك العاطفية وبيخلي الوضع المادي مش افضل حاجة عندك بعض الحيرة شوية او بعض التوتر شوية هيبدأ معانا يعني في طريقه الى الزوال يعني هيبدأ يروح الموضوع ده حاول بس انك تعودوا مع نفسكم حاولوا ان احنا ندي فرصة لنفسنا ندي فرصة للشريك ما نبقاش بنقفش في الكلام مرة واحدة عندك في حاجة جديدة انت داخل عليها شيء انت منتظر وشيء انت بتقول يمكن الدنيا تتشقل بتقول خليني ساكت خليني يقفل بقي فعندك حاجة انت بتقول كده عليها هيكون الموضوع ده في خير لك وفي بداية لحياة جديدة عندك او خطوات جديدة هتتخذها عارفين كده اللي هو مشوار الالف ميل بيبدأ بخطوة او انت عندك بداية خطوة انت بتشوفها بشكل المنظور يعني مش حاجة فعالية ده هيكون في خلال الاسبوع التالت هتبدأ تعارف خطواتك او تبتدي تعرف اول خطوة هتنفذها امتى ده في الفترة اللي جاية بس انا شايفة ان الاسبوع ده هيكون عندك هو اعادة ترتيب بعادة حسابات انت بتشوف حياتك من ايه اللي ناقص ايه اللي هعمله الخطوات بتاعتي ماشي ازاي الشخص ده وحش ابعد عنه شخص ده ايجابي اكمل معاه لا انا مش ازا بواص حياتي هنا لا خليني ماشي بالطريقة اللي مش عارف كذا كذا فعندك ده الاغلب في امورك الحياتية طيب برج الحوت بقى الوضع العاطفي خلي بالك احنا قلنا في البداية ان انت عندك بعض الضغوط او المشاكل اللي مش يعني الضغوط والمشاكل دي مؤثر عليك وهتكون مكملة معاك لأول ثلاثة ايام في خلال اسبوع الثالث مؤثرة يعني لو حد انت عايز تقدم على خطوبة تقدم على زواجة ما بلاش اول ثلاثة ايام خاصة لو انت رايح تتعامل مع شخصية من الابراج اللي هي المائية اللي زينا لان على فكرة الابراج المائية عندنا لغبطة عاطفية شوية خلال الفترة دي هتبدأ تتعيد البعدين فخليك على اواخر الاسبوع ان لم يكن خليك على الاسبوع الاخير ده بالنسبة لاصحاب برج الحب طب عندك خلافات عندك مشاكل اصبوره كده وهدو وما بلاش بقى العنده والكلام ده لو الشريك متعصب حاول انك تهديه او انك انت تتبتعد عن المشاكل او الخصام معاه حاول انك هو هيكون فيه هدوء الفترة الاسبوع الاخير فخلينا بس الفترة دي كده نكون هادين عايز تتعاتب عاتب اخر يومين معاك يعني لو لو حبكت في خلال الاسبوع ده طب بالنسبة ليه امور العاطفية بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين الناس اللي مش مرتبطين انت بتفكر في الماضي عندك بالنسبة لشعر عشان حط عليه سيرام فهتلاقوه بويز عمتا يعني عشان فيه ناس بيتعلق على الكلام ده عمتا فعندنا المش مرتبطين انت بتفكر في الماضي بتفكر في حد انت ممكن يكون انت نفسي اخد حد زي الشخصية دي انا بحلم قوي بشخصية زي دي فعندك حاجة ليه علاقة بكده لا فكر في بكرة وانسا بارح المشكلة يا برج الحوت انك انت فاكر مشكلة من الماضي فاكر حب الماضي فاكر ازم من الماضي الماضي مؤثر عليك ابتدي حياتك من جديد فكر في بكرة فكر في المستقبل بتاعك جاي افضل كتير بس انت محتاج ايه خلال الفترة دي محتاج انك تعيد ترتيب نفسك وعلى فكرة مش خلال الاسبوع الثالث وبس ده للناس اللي هم منفصلين او الناس اللي هم منتظرين حب وحاليا احنا مش مش مرتبطين انت من جواك بتفكر في الماضي وهتقعد يعني فترة كده لحد ما تبدأ في فترة الربيع تبقى علينا حلوة بس عامة ابدأ شوف حياتك ابدأ طور من نفسك برج الحوت محتاج تطور من نفسك لو انا اعتبر ان انا اقول نصيحة مهمة خلال الاسبوع الثالث تفيدكم للفترات او الشغور اللي جاية انت محتاج اعادة ترتيب لنفسك جدا محتاج تشوف انا تصرفاتي غلط في ايه طب انا اعاد ازاي اعمل توازن مع حياتي ازاي ان انا فعندك ده جدا انا عايز اقولكم ان اكتر اسئلة رديت عليها من على الفيسبوك انا عايز اقول حاجة صغيرة انا برد على الناس على الفيسبوك بس اكسن بالله لما برد كتير فاعيني بتحوال انا بحس ان كل الكلام بيخش في بعضه ويمكن حد يقوم بعيد لي رسالة تانية كون انا برد في حتة تانية فارجع لازم اعيد كده افهم اللي انا قلته يعني وانت بتحكي ايه ايه القصة بتاعتك عشان اعرف اكمل باقي الحوار الله اكبر الله اعظم الادان وارجع تاني عامة تانية برج الحوت عندنا فيه كمان من الحاجات المهمة جدا جدا بالنسبة لناس المنفصلين انت هيكون عندك فيه كلام للرجوع يعني فيه اشخاص هم عايزين يتكلموا يدخلوا في العلاقة بتاعتكم طب ما تتكلم طب ما تحاول طب ما تسعى طب فعندك فيه شبه محاولات طيب عامة تان برج الحوت كمان من الحاجات المهمة في الامور العائلية انك بتقرب للعيلة اكتر وهيكون عندك فيه حد بيحاول ينصحك نصيحة مهمة جدا حاول انك تستمع لنصائح الاخرين في خلال الاسبوع ده لان النصائح او استماعك للاخرين مهمة انك تركز مع الاخرين مهمة انك تركز في مستقبلك مهمة ان انت تخلي بالك ان انا هقفل صفحة الماضي وابدأ حياة جديدة مهمة انك تبص لصحتك وتبص للصحة النفسية وتطور من نفسك مهم جدا خلي بالك كمان من المشاكل الصحية خلي بالك ممكن يكون فيه حد قريب منك بيعاني من مشكلة صحية فعندنا الوضع ده برضو موجود شوية اسبوع بدايته ممكن تكون متطلبة مننا تركيز نصائح ننسى الماضي حاجات كتير لكن عندك فيه يومين هيكونوا مهمين جدا جدا فيهم ظهور للحق ظهور الانتصار عندك ده نقدر نقول ان هم هيكونوا الاميز اخر يومين هيكون عندك فيه شيء انت بتخرج من مشكلة عندك حل عندك خروج من مشكلة قانونية او قضائية عندك حق بيرجعلك سواء كلمة سواء موضوع سواء فلوس سواء محكمة فعندك ده جدا عندك برضو فيه تطور للوضع المهني او حد ده هيقول لك حاجة كأنها دعم يعني بيدعمك في حاجة كبيقول لك ان انا مثلا تعال اشتغل معايا في كذا كذا يلا نطور من نفسنا يلا نساعد كذا فعندك ده طب اقول لكم على حاجة تانية مهم عندك فيه اتصال او تواصل مع الاخرين مهم جدا فيه ايميل ممكن يكون جايلك انت كنت مقدم على وظيفة بقى لك فترة او حد فيه رسالة هتجيلك مهم او اتصال هيجيلك مهم ده انا اشوف انه هو من اكبر وسائل الدعم اللي ممكن تكون بتتقدم لكم خلال شهر يناير كله ده امتى ده اخر يومين فتخلي بالك من بقى موبايلك بقى يقعد في مكان فيه شبكة كده ويعني ايميلاتك بقى والحاجات دي كلها تكون واخدين بالكم منها برج الحوت انا مشكوركم جدا وبحبكم كتير ما تنسوش اللعيك وشارك في قناة تفعيل الجرس سلام سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر